وبمدينة الدار البيضاء تم تنظيم حملة تحسيسية وتوعوية للوقاية من فيروس كورونا حملة حملت شعار المواطنة التزام التفاصيل مع ليلة عسلي ومصطفى ودنة حيل المريم بالدار البيضاء واحد من الأحياء التي استهدفتها هذه الحملة التحسيسية للوقاية من فيروس كوفيد 19 توزيع للكمامات ومعاقمات اليدين إلى جانب توعية ساكنة هذا الحي بأهمية احترام الإجراءات الوقائية وتطبيقها بغية تطويق الوباء الحمد لله ما شاء الله تنشوف هذه الشباب كل مطوعين بأنه باش يجبون الكمامات يدقوا عنا في البيض ما شاء الله على الشباب والله يجعل الله سبحانه وتبرك يحيد عن الوباء نطلبهم يدر الكمامة لحقاش العداد كيموس كل نهار نحن نتألم في الدار ما نخرجوش نحن نخلع دينا حالة وهذه الكمامة هي المهمة كان غسلوا الدينة بنتي وتعقيم كان حيدوش بالأخص نعديه حدوله يدمره ضروري الناس خاصة ترد البال بزاف هذا المرض رأي خاطر رأي يضرب لك اللي يحزيز عليك وضرب لك بنادم اللي لك تحبه بزاف رأي يضربه كان يحاجق بنادم خاصة يعقم يده بزاف لما لقاش سابون خاصة يعقم يده مزيان يدير المعاقم وبنادم يدير كمامة اللي يبع فيه دياله حملة للتحسس بخطورة هذا العدو الخفي الذي يزهق أرواحا كل يوم ويصيب مئات الأشخاص بالعاصمة الاقتصادية هذا الوباء خاص تضافر الجهود وفعالية المجتمع المدني وشباب ومواطنين بشأننا نتجاوزوا هاد المرحلة اللي هي مرحلة جد حاسمة فالحمد لله كيف ما كنتشوفوا كان تضافر الجهود ديال جميع الشباب المنطقة الحمد لله كانوا احتفاعوا جد ايجابي من طرف المواطنين مبادرة تضامنية شبابية تروم نشر ثقافة صحية تمكننا من التغلب على هذا الوباء وتطبيقه حاملة ستشمل خلال الأيام القادمة عدد من أحياء تراب عملة مقطعة موليرشيدة